لا تقرب بالزاوية التعليق ولا تذهب الى زاوية الربعة يعني بين من تحددها بعضهم ميلان اكثر بعضهم اقل وهكذا يعني بين هذه الزاوية ممكن تقدر تبدأ بهذا الشكل بعضهم يبدأ بالرأس وبعضهم يبدأ بالجسم تمام هذا الشكل هنا ينتهي بنفس التي بدأت فيه بعدها تضع القلم هنا لا تضع في البداية بعض يضع في البداية وينزل لا تضع في هذا المكان ثم تنزل وتخرج من المنتصف ثم تنزل ثم تنزل هذا الشكل لحيث هذا الجزء يرسم وهذا الجزء يبغى زيادة في هذا المكان يبغى زيادة وهنا هنا هناك تجويف قليل إلى الداخل هنا تجويف إلى الداخل وهنا أيضا تجويف إلى الداخل هنا لا يصل إلى الزاوية نصل إلى قبل الزاوية في حيث يكون هنا بهذا الشكل هذا الشكل ممكن نضيفها بهذا الشكل نعمل هادي هي هنا ثلث الفراغ هذا ثلث القلب بعدها تواصل في هنا قلب للقلم قليلا هنا لا يكفي لكن يكون يكون فراغ من هنا اذا ركزت يكون هنا انظر هنا فراغ يوجد هنا فراغ هنا في الداخل يوجد فراغ هنا هنا فراغ هنا فراغ هنا فراغ كأنك عندما تكتب الألف تحب هكذا سوف نترجع هذا من الأعلى وهذا بر اليسار ثم ينزل بعضهم يبدأ بهذه الطريقة بعضهم يبدأ بهذا الشكل هل رأيت؟ هذا الجزء ثم ينزل بعدها يعمل الزلفة من نفس المكان الذي تركه فراغ هذا الشكل ثم يختلف الزلفة الثلث العري و الثلث الجلي هذا الفرق يبدأ بسرعة يبدأ بسرعة يمكن أن تركه فراغ و يمكن أن تركه فراغ اشتركوا في القناة هذه القطة القلم يعني مقدار الخروج قطة قلم تخرج من هنا بقطة قلم عندما ترجع من هنا يكون اتجاهك هنا عند الزاوية هذه في الثلث العادي هذه الحلقة لا تظهر تظهر اكثر كيف؟ في الثلث العادي تظهر تظهر اكثر من هنا اكثر الثلث العادي لا ترسم رأسا لا ترسم ثلث العادي تكون بهذه الطريقة قريبا من المحقق الاول الثلث العادي هذه الثلث وهذه بعضهم يعني يصلحها بهذه الطريقة بعضهم لا بعضهم يدورها بهذه الطريقة يعني هي لينة وليست مكتملة ولا ترسم بهذه الطريقة بهذا الشكل صاروا متأخرين يرسموها المتقدمين لا حتى بعض المتقدمين يكتبها بدون يعني بهذه الشكل بدون بيرسمها أصلا شكرا 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 أين كنت أولا مقابلين؟ الثلث العادي الثلث العادي الثلث العادي هذا الثلث هذا الشكل مستقيم بحق لا انه وبدو وكان �ر ه Lu ترسم لكنه يكون نحيف ليس مثل الثلث الجلية من الان نحيف جدا هذا الشكل الان ودعنا اتباع الثلث الجلي الاهتمام بالتفاصيل قليلة أكثر شيء باهتمام بسطرة كثير الثلاثة العالية الثلاثة العالية نفسها نفس مثلا لو كتبنا باء أو نون مثلا الثلاثة العالية يكتب نقطته يعني يتم الانطراب منها الثلاثة العالية كيفية الثلاثة العالية هذه نقطته ينطلق منها بهذا الشكل وكيفية الفرق الليونة والمليونة هذا ليس العلاقة بالقلم يمكنك تكتب بقلم أكبر أو أصغر وتعطي ثلاثة عالية أو ثلجة مثل ما تريد مثل نقطة تعليق ينطلق من الثلاثة العالية نون مثلا هذا الشكل ثلاثة عالية ثلاثة عالية ثلاثة عالية نقطة كاملة نطلق منها فلذلك إذا كتب هذا الشكل ولو كان بنصف منه يعتبر جلي ما علاقة القلم قلم صغير وقلم الشكل الذي يحدد نوع الخط موسيقى